ونرحب بحضراتكم مرة تانية أي حد فينا تايماً بيحتاج أنه يفكر في قراراته قبل ما يتخذها خاصةً لو كانت قرارات مصرية أو قرارات مهمة وده بيخلينا معظم الوقت مترددين ما نبقاش عارفين إيه قرار صح المفروض أن احنا نتخذ وأحياناً هذا التردد بيوصل لمرحلة أن احنا نتراجع أصلاً عن اتخاذ القرار وبينتج عنه أنه بقى فيه ضغط نفسي ومشوشين ومش عارفين إيه قرار الصح فبنلاقي أن بعض الأشخاص كمان بيبقى عندها اضطرابات وأزمات نفسية حياتهم بتكون صعبة لأنه التفكير بيكون ملازمهم طول الوقت عشان نتخلص بقى من التردد في الاختيار والضغوط ونعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع ده تحديداً معنا ومشرفنا دلوقتي دكتور محمد رضا ألفية استشاري الطب النفسي والأعصاب بالأكاديمية الطبية العسكرية وعضو مجلس إدارة الجامعية المصرية للطب النفسي نورني دكتور وأهلاً بك معنا في صباح الخير يا مصري نوري كيفاً صباح الخير يا مصري صباح نور أحياناً كلنا مترددين في اتخاذ قرارات بيبقى الموضوع طبيعي لكن فيه شخصيات أو فيه البعض دايماً عنده تردد في كل قرارات في أبسط القرارات طبعاً موضوع بيتفاقم إن كان موضوع أكبر شوية أو قرار مصيري إزاي نقدر نحدد بين الشخصيتين هو ما فيه شخصيتين هي فيه سمات لكل شخصية فيه شخصية تبقى السمات بتاعتها فيها التردد طبيعة الشخصية دي كده ده مش مرض ده مش مرض فيه إنسان السمة بتاعت شخصيته فيها التردد عبل ما بياخد قرار مناسب وفيه إنسان عنده التردد سببه مرضه زي إن هو يكون عنده وسواس مثلاً يعني فالشخص اللي عنده الوسواس القهري أو حاجة اسمها اضطراب الشخصية الوسواسية دي حالة مرضية الحالتين دول حالات مرضية ممكن يكون عنده التردد شديد جداً لدرجة إنه يخليه مش قادر ياخد قرار أصلاً الشخص العادي عنده التردد برضو بس يعني لمدة صغيرة وفيه الآخر بياخد قرار ده اللي هو إحنا كلنا لكن فيه إنسان من غير مرض السمة بتاعت شخصيته إنه متردد يعني يطول شوية وفيه الآخر ياخد قرار مناسب إذن ممكن تكون ناحية مرضية وممكن ما تكونش مرضية خلص فهل ده أساس الخوف يا دكتور؟ هو شخص مثلاً خواف قوي فبالخاف ياخد القرار لا لا الخوف مش هو ده يعني السبب هو اللي سمت شخصيته التردد هي كل الحكاية إنه هو بيدور على ما يعرف بالأداء الكامل أو البرفكت يبحث عن الكمال عايز يتميز فعايز يسلك الطريق اللي يميزه أو لخليه يتصرف صح أو ياخد القرار صح طيب ده جانب بس هل في علاقة بين التردد والثقة بالنفس يا دكتور؟ طبعاً لو كانت الثقة بالنفس ضعيفة حيبت التردد أعلى وحيقعد الشخص في حالة التردد مدة أطول طيب إزاي ممكن الشخص يعزز منطقة بنفسه؟ طيب مغيما تتحول برضو إلى شخصية فيها غرور أو فيها كبري يعني كبر لا هو الفرق الكبير أو بالزبط بين الثقة بالنفس وبين الكبر دي حاجة ودي حاجة تانية إنما الثقة بالنفس إزاي إن الإنسان يكتسب ثقة بالنفس الحقيقة الإنسان ثقته في نفسه بتيجي بالخبرات بتيجي بالممارسة داخل الحياة فكل ما بيقدر يلاقي نفسه بينجح بحق إنجاز يكتسب ثقة في النفس يزار خبرات يكتسب ثقة في النفس ففي الآخر نحصل على إنه قدامنا إنسان عنده ثقة في نفسه. إنما إنسان حاسس إنه فيه حاجة كتير ما يعرفهاش بيبقى متردد بيقلق شوية قبل ما يفكر قبل ما يتكلم تمام. الشخص المغرور حاجة يا خلص. مش تواثق في نفسه. عنده مبلغة شديدة في الاقتناع بنفسه وبتصرفاته وبقراراته أعلم الحقيقة بكتير. فهنا برضو هو على خطأ. بس هي دي كل نواحي اللي بنتكلم فيها دي في حدود ساعات الطبيعي. يعني سمات الشخص ده كده مش مريض. وممكن تعديلها. وممكن تغييرها. الحياة بتغيرها لو الإنسان قادر على التعلم واكتساب خبرات جديدة. إنما لو كانت بدأت تتسبب في مشاكل الإنسان في حياته يجوه ساعتها يلجأ لمعالج. يعني يبتدي يوجهه يفكر إزاي ويتصرف إزاي. وهكذا. طيب. دكتور هل كثرة الخيارات بتؤدي لإنه الشخص يكون متردد؟ يعني هو مثلا كثرة الاختيارات. كثرة الاختيارات. هشتري حاجات كتيرة مثلا. أو هشتري حاجة من ضمن حاجات كتيرة أوي. هو قعد محتار. هياخد قرار مصيري من ضمن حاجات كتيرة برضو قدامه. فهل ده عامل من العوامل اللي بتزود التردد عند الشخص؟ طبعا. لأن انت هتاخد وقت أطول عشان تنقي من الاختيارات دي المناسب أكتر. فلو كنت بتدور على الحاجة اللي تخليك بيرفكت يبقى إذن هتتردد أكتر شوية. بس ده أمر برضو طبيعي مقبول يعني. طيب دكتر. هنرجع تاني لنقطة الثقة بالنفس. حضرتك قلت أنه الشخص الوثق في نفسه هو اللي عد بخبرات. وعنده قدر من المعرفة. فبالتالي بيقدر يكون وثق بنفسه. في أشخاص عدوا بخبرات. وعندهم معرفة. ولكن ممكن يكون من طريق التربية. من عوامل مروا بيها. ما عندهمش ثقة في نفسهم. محدش منهما صغيرين مثلا عز استقاتهم في نفسهم. فبالتالي بتؤدي أنه شخص ممكن يكون على قدر كبير من العلم وعلى قدر كبير من المعرفة. وعده بخبراته. كل ده بس هو مش واثق في نفسه. الشخص ده يقدر مرة تانية يؤهل أنه يكون شخص واثق في نفسه. اه طبعا. ازاي؟ عن طريق العلاج. ده هيتعرض لعلاج نفسي بقى. بدهم هي المشكلة لها علاقة بالتنشئة. لها علاقة باللي ترب عليه. الطفولة اللي هزته. يعني أب وأم ما عارفوش ينشئوا الإنسان كويس. خلوه مهزوز. بينتقدوه بقصوة شديدة. تمام؟ بيميزوا إخواته عنه. أي نجاحات يحققها ما تقابلش أبدا. يعني زي بنوع من التكريم أو السعادة من الأب والأم. فبيحس دايما أنه هو ولا حاجة ما عملش حاجة. فبيطلع مهزوز وفخر للسعادة نفسه. هنا محتاج علشان ده يتغير. مش هتكون كافية أبدا النجاحات اللي هو يحققها لنفسه في الحياة. لأنه هيفضل دايما عايز يشوف دول بالذات. اللي هما الأبوين يشوفهم سعداء. ومش هيشوف ده أبدا كده خلاص. طيب دكتور هل فيه تردد إيجابي؟ أول اللي قلناه ده التردد الإيجابي في الأول. اللي هو التردد عشان أخذ قرار مناسب. لما يكون في حدود الطبيعي ويأخذ زمن طبيعي مدة طبيعية ويكون نتيكتو أنه في الآخر فيه قرار تأخذ. وفيه موقف التعمل بس كان صح. يبقى ده إيجابي طبعا. في مكانه يعني. طيب دكتور فيه شخص ممكن لو قعد لوحده قادر أنه يتخلص من التردد وقادر أنه يفكر كويس جدا ويوصل لقرار. فيه كمان بس لو تواجد وسط ناس؟ ما بيعرفش يعني بيسمع لكلام الناس. دايما كلام الناس بيؤثر عليه. هل فكرة أنه الناس اللي حوالينا أو المحيطين بينا أنه نحن نسمع لكلامهم أو نسيب قراءهم تؤثر علينا. هل ده شيء صحي ولا شيء سلبي؟ اللي قلتي بالزبط هو الفرق بين النماطين اللي تكلمنا عنيهم. اللي عنده ثقة في نفسه واللي فاقد للثقة في نفسه. اللي عنده ثقة في نفسه مش هيتأثر بقوة شديدة بكلام الآخرين. لكنه حيعزز ثقة في نفسه بجمع مزيد من المعلومات. فيها دي الحكاية. يعني أنا بسمع خبرات الآخرين واضفها لخبرتي. فهنا ده الوثق في نفسه. إنما اللي بتقسو ديه التاني ده اللي بيسموه الودني. الودني. اللي هو مسلم ودنه للناس عشان كل حاجة تدخل ودنه تأثر على اكثرفاته وعلى عقله وعلى قراته. فده مبدئيا هو النمط اللي قدنا عليه. اللي هو فقد للثقة في نفسه. والتاني هو اللي هو ثقة في نفسه. طيب دكتور في ناس بتفكر طول الوقت. يعني طول ما هو صاحي هو قاعد بيفكر. لحد ما ييجي ينام يمكن ده كمان بيأخروا كمان على معايد النوم بتاعته. هل كتر التفكير في اللي حصل واللي ما حصلش واللي كان المفروض انه هو يحصل وما حصلش. يعني في حاجات كتير قوي. هل ده بيؤدي لأنه نحن نلاقي في النهاية شخص متردد في اتخاذ أبسط أنواع القرارات؟ هو ما فيش علاقة واضحة قوي بين القضيتين دول. الشخص العمال يفكر على طول أو أنه يكون متردد عشان يأخذ قرار فيه. هو برضو مرة تانية بعيدة عن الناحية المرضية لو ما بنتكلمش عن أمراض فنتكلم على أنماط البشر الطبيعية. في نمط طبيعي للبشر أنه هو دايما كل قضية يأخذ منها موقف أو يفكر فيها. وفيه كمان إنسان نفسه لوامة. دايما قاعد يرأي من نفسه. أنا كنت صح. أنا كنت غلط. كان المفروض يعمل كده أحسن. دي طبيعته كده. السمة بتاعته كده. حسن هو يعني ربنا ما خلقناش كلنا واحد. صح. لكن مش كل واحد مختلف عن النمط معناها أنه هو مريض أو فيه حاجة غريبة. لا مقبول أنه هو فيه أنماط كتير من البشر. منها النمط ده. اللي هو دايما زهنه شغال. بس الفكرة أنه ما يكونش شغال لدرجة أنه هو مشتت. يعني مش عارف يعيش. مش عارف يشتغل. مش عارف يتواصل مع الناس. وكمان مش عارف يكون سعيد. دي تبقى كارسة تانية. طبعا. لأنه حددخله في ناحية مرضية. إنما لو كان هو بيفكر علشان دايما ينقل للأحسن برضو مرة تانية. أو ياخد مواقف سليمة. أو يجود من أداؤه. أمر طبيعي. أمر منطقي. فيه شخصيات كده. دي طبيعاته. دكتور. في حد يستشير حضرتك على سبيل المثال. مبدئيا حضرتك. إزاي هو طبعا يستشير حضرتك في أنه عايز ياخد قرار أو مش عارف إذا كان قراراته سليمة أو لا. حضرتك أولا أعتقد بتبص للشخصية إن كان شخصية معافة نفسيا أو في عنده مشكلة. هنتكلم عن الشخص المعافة لكن عنده بعض الترددات ممكن تكون زي ما حضرتك قلت عنده نفس لوامة أو دايما بيأنم نفسه مش واثق في نفسه. لو هتقول له معايير المعايير اللي يقدر على أساسها يتخذ قرار سليم. إيه هي المعايير دي؟ لا أصدر دي قضية نسبية تماما. هو أنا اللي حيجيلي غالبا عشان يكونوا واقعيين يعني وعمليين في مجتمع زي مجتمعنا اللي حيجي ونظر الطبيب النفسي بيقد يفكر ويتردد كتير جدا. لغاية النهار دا مع الأسف. فعشان يروح للطبيب النفسي معناها أنه هو بدأ قرار دي يحس أنه هو في حالة اضطراب أو دخل في ناحية مرضية. يعني حاسس أن حياته فيها مشكلة. بدأ يخسر وظيفته بيخسر بيته عصبي فيه مشاكل كتير. فحاسس أنه فيه مشكلة. هو طول ما هو حاسس أنه فيه مشكلة وتعباه يجوز يفكر يروح للطبيب. إنما لو بفيش مشكلة مش هيروح للطبيب. إنما الإرشادات والنصايح دي قصة تانية. زي اللي بيقوم وبيها اللايف كوتش وزي اللي بيقوم بقى بتدأ يقول له أنه أنت في كل الأحوال لازم ما تفردش قوي وإنت بتفكر عشان تاخد قرار تجاه أي حاجة. لازم تعرف أنه خد قرار. يعني قدامك اختيارين قدامك ثلاث اختيارات لكن أنت النهاردة خد قرار. يعني هو فيه جهات حتى اللي بتعلم الواحد الحكاية دي. من يجاة عمل في مكان عمل معين. أو في جهة بتقابل إنسان عشان تأهله لسفرية معينة. بيقول له خد قرار دلوقتي. حتى لو كان غلط. يعني حتى لو بتشفت بعد كده أن القرار دا كان خطأ. فهو يتعود ما هي تحمل مسؤوليه قرار. ده المهم. فهو بيتعود أنه هو خلال زمن معين عليه أنه هو ياخد قرار. ما يفضلش طول الوقت ما ليفكر يعني. لكن إرشادات أقولها أقولها أنه الإنسان يحاول دائما وأبدا يمرن نفسه على حتة دي. دي تمرين. لأنه دي قصة دي بتقابل الإنسان يوميا في كل أمور حياته. مش في أمر أو اتنين. يتجوز ولا ما يتجوزش. يسافر ولا ما يسافرش. كنت لسه أتكلم عن مسألة الزواج لأنه قرار. قرار مصيري وقرار مهم. في ناس بتوصل لسن الجواز هو مش قادر يختار. مش عارف يختار شريكة حياته. بالضبط. أو العكس مش عارف ياخد القرار. لو هيسافر لشغل مثلا وسفرية مهمة أو سفرية يعني مسافر لشغل غير اللي هو كان شغال فيه مثلا في بلده. مش قادر ياخد القرار. هنا الأب والأم عليهم دور كبير جدا أعتقد أنه هو لسه طفل صغير. ما هو الأب والأم هم بينشئوا كلام مصبوط طبعا بيبتدوا يغرزوا بعض صفات في أبنائهم. ده طبعا لو هم عندهم فكرة عن التربية السليمة ازاي أو عندهم هذه الثقافة. فبيعلموا الطفل منه هو صغير فكرة الاختيار. وهم يتابعوا معه اسلوب طبعا بيزداد في الرقية بتاعه وفي النطج بتاعه فإنهم يقوموا بدور اللي مش اعمل وما تعملش. دي في مرحلة معينة. إنما إيه رأيك دي أحلى ولا دي أحلى. اللي هم من سن كامي يعني. حتى هو بيناقل بسه. ده من سن خمس وست سنين. ممكن. دي أحلى ولا دي أحلى. هو بيعمل له أوضة عشان هينام فيها. يقول له تحب نعمل أوضة باللون ده ولا بيجنون ده. يأخد رأيه. يبتدي يأخد رأيه. فيبقى هنا بدأ يبقى صاحب قرار. وفي الوقت نفسه لو بيبتدي يأخد قرار خاطئ وده وارد في السنة الصغيرة. طبع. فيبتدي ما يعنفوش. عشان ما يطلعش مهزوز والشخصياته ضعيفة. يبتدي يقول له مش كان أحسن لو عملنا كذا عشان كذا. عموما فكر وقل لي يعني ده أنا مطفل تربية بيخليه دايما حاسس إنه هو الليدر بتاع المواقف. ورأيه مهم. اه. فبيطلع على كده. فبيطلع قادر إنه هو يفكر إنه هو ياخد قرار. لم يجي في السن اللي هو يجوز فيه يتجاوز ما يقولوش لكده خلاص لازم تتجاوز. طبعا اللهجة مختلفة أكتر مع البنت. انت مفهوم طبعا في عريس مناسب والمفروض بقى تتجاوزي. طبعا الموقف اختلف عن زمان يعني. لكن دايما يحسس إنه ايه طبعا متفكرش في الجواز دي طريقة الكلام بقى. طريقة تفكيرك في الحكاية دي ازاي طيب يكلمني احنا أصدقاء سلوب الحوار مع الأبناء واسلوب التنشئة هو ده اللي بيخلق شخص واثق في نفسه أو مش متردد أو يقدر ياخد قرارات ويبقى عارف إنه قراره مسؤول عنه وإنه لو في مشكلة منه هيبقى هو اللي مسؤول يطلع كده وهو مدير بنفس الشخصية دي يطلع وهو في أي منصب وهو بالشخصية دي يطلع وهو بيتبع لحد بيديره في عمله يقول ايوه انا عملت كذا ومسؤول عنه يطلع عنده القوة دي دكتور فيه نمط ده آخر من الشخصيات حضرك ذكرت فكرة التحمل المسؤولية فيه شخصيات دايما بتحب إنه يبقى فيه تعليق للشماعة يعني أحب أخذ رأي حد عشان ارتلع غلط حد يتحمل معي المسؤولية ما تحملش المسؤولية الوحدي ما إنه أنا على فكرة عندي القدرة إن أنا فكر وعندي القدرة إن أنا أتدبر الظروف واخد قرار بس لا أنا عايز حد يتحمل معي المسؤولية ده المفروض إنه هم هنا فيه مشكلة فعلا ولا المفروض الشخصية دي حتى المحيطين بي يتعامل معه يتعاملوا معه ازاي هو يتعامل مع نفسه ازاي امتى يحس إنه فيه فعلا أنا زي ما بنقول كده راد فلاج أو فيه خطر ما هي دي القوة ده القوي وده الأقل قوة وده الضعيف هي مراتب أو درجات فيه شخص اعتمادي وتعود على كده وفيه شخص يحب ناس تشارك المسؤولية معه وفيه شخص زي ما بنقول اندبندنت أو معتمد على نفسه تماما بيطلع بالطريقة دي أو ده اللي أنا كنت بقول علي من دي واحد فيبتدي ياخد القرار ويبقى مسؤول عنه لكن الزكي أو اللي بنشئ كويس بيعمل اللي احنا قلناه في موضوع الودان واللي بيسمع اللي هو إيه إنه هو يجمع معلومات الأول تجاه أي قضية يسأل ويسمع ويقرأ ده النوع بقى اللي هو المثالي الحقيقة جوه المجتمع وبعدين يروح واخد قرار وبياخده منفردا في الآخر إنما فيه شخص طالع زكي وكل حاجة وشخصية جميلة لكن هو اعتمادي يعني طبيعته إنه ما يعملش حاجة لوحده تربية نرجع تاني لنقطة تربية لازم حد يسنده لازم حد يقف معاه تعود على كده حتى ده لما يبقى مدير تلاقي نمرة نين بتاعه هو من غيره يضيع هو اللي بيشتغل هو من غيره يضيع إنما لكن هو واجهة حلوة وياخد قرار كويس يعني مدير وكل حاجة لكن اللي معاه يشور عليه وما شرطه بالنسبة له حاجة كبيرة فمش عارف يشتغل من غيره لدرجة لو أخد أجهزة تلاقيه يطلبه في البيت بالتليفون الموقف الفلاني إيه رأيك أعمل إيه هو تعود على كده تعود وتربى على كده اللي كنا نتكلم بي دلوقتي فعلا مع الدكتور محمد مسألة التربية من هو الستفل صغير عنده خمس ست سنين يبتدي نعلمه إنه هو اللي يختار وهو اللي يحدد هو عايز ونتناقش معاه عشان في الآخر ما يطلعش شخصية اعتمادية في الآخر ما يطلعش شخص متردد في حياته لا يطلع شخص صاحب قرار بنشكرك طبعا شكرا جزيلا يا فندي بشرفتنا ونورتنا دكتور محمد رضا الفئي أستاذ الطب النفسي بالأكاديمية الطبية العسكرية وعضو مجلس إدارة الجماعة المصرية للطب النفسي شكرا جزيلا يا فندي شكرا